افتتح صباح اليوم وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي أعمال المراجعة الجزئية لمشروع الدعم إصلاح قطاع التربية في جات بحضور شركاء البلاد في المجال التنموي عبدالله هاين بغرى التحسين نوعية التعليم وتعزيز السياسة الاجتماعية التي ناد بها فقامة رئيس الجمهورية دريز دي بيتنو جاء حفل افتتاع الأعمال القصة بالمراجعة الجزئية لمشروع دعم إصلاح قطاع التربية في جات ويأتي هذا المشروع بتمويل من البنك العالمي بقيمة 15 مليون دولار أمريكي في كلمته بهذه المناسبة ممثل البنك العالمي بشادة عدم قليبالوه هنع الحكومة الجادية بسعيها من أجل جودة التعليم وأكد أن البنك العالمي يقف دوما مع الحكومة لتقديم أفضل ما يحتاجه التعليم وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة أحمد غزال أصيل أشاد بجهود البنك ودعمه المتواصل إلى تحسين الأوضاع التعليمية في المدارس الابتدائية والثانوية مشير إلى أن الحكومة وشركاء التنمية قد توصل إلى اتفاق حول هذا النظام الذي يسعى بدوره تطبيق الاستراتيجية الوطنية للنمو وتقليص الفقر كما بزلت الحكومة في السنوات الأخيرة جهودا كبيرة من نهية حجد الموارد البشرية والمالية وذلك بغرض تحسين نوائية التعليم بدوره وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي جيتو ينبي أكد من جهتي أن الحكومة والبنك العالمي يعملان معا من أجل المراقبة المشتركة التي ترتكز على مدى تقدم الإنجازات في تعزيز المشاريع والقرارات المصاحبة المتفقة لها وذلك من أجل تحسين الظروف وتقوية النظام التعليمي هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاستراتيجية تحتم بشكل أساسي إلى معالجة المشاكل التي تواجه النظام التربوي في البلاد شكرا